عم بتقول إنه اختلفت مع وليد جنبلات بأمور عديدة واتفقت بأمور عديدة لومه لأنه انتخب ميشيل عون رئيس لجمهورية لا هو ما بلوم هو هاي بلوم سعد الحريري وسمير جعجع هذا الخيار بالتحديد اللي هو ميشيل عون خيار خاطئ وكانت شايفة منيح نبيه برري قال نبيه برري ما عم ننتخب رئيس عم ننتخب رئيسين شو يعني رئيسين؟ يعني ميشيل عون وجبران بسيل ما عليك؟ لو كنت حضرتك رئيس جمهورية شو بتقدر كنت تعمل بما يتعلق بحزب الله ودخوله إلى سوريا؟ كيف تعمل؟ ما بغطيها ما بغطيها وهيدي الصفقة باعت لبنان للمحور الإيراني باعته مين أرباب الصفقة؟ ميشيل عون وحسن نصر الله الاتصالات والكهرباء كانت ضمن الصفقة بين الأستاذ نادر والأستاذ جبران كيفين من الدم بالشارع؟ ايه طبعاً والدم بالشارع والدم من بره بس مين بدو؟ خايف من الثنين ليش أول شي دم بالشارع ليه؟ مين بدو قاتل مين؟ ما كلنا جاعنين؟ لا 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 الناس رح تقاتل حالة رح تقاتل ما بقية من المؤسسات ميح اللي بعت فيه جيش وقوة أمن في حدا عنده مصلحة ما يبقوا؟ اللي عامل جيش تاني بتجي مرحلة بيقولك أنا ما بقى بدي جيش تاني بس هذه العقلية في بعبدة هي عقلية تخريبية للبنان ما بيقدر حدا نشترك معه مش مصطفى قديب لك مش حسان دياب ميح؟ ما قدر تفاهم معه مش حسان دياب ما قدر تفاهم معه منين لأربعين مليار تبع العجز الكهرباء؟ لو نزلي عشرين مليار منهم ما لأننا كنا دفعنا مليارين تبع ديون سندات طيب سندات على مليار وشوي ما دفعناهم كمان خطأ هيدا خطأ تاريخي لأنه ما في استراتيجي من بعد عدم الدفاع لعنه حسان دياب والأرطة اللي كانت من بيفاني وجر حواليه ولبعضهم عم ببرعته شمال ويمين استراتيجية تخريب على اقتصاد لبنان لأغراض خاصة واحد بدو يعمل حاكم المصر في لبنان الثاني عم بيحلم بياخد طارو من فليتان الثاني بدو يقضي عرياض سلامي ميم بدو يقضي عرياض سلامي؟ ميم بدو يقضي عرياض سلامي؟ شو بيه؟ جربوا يقضوا عليه عدة مرات يزطوا بره ويحطوا بالحبس تجربة الاربع سنوات افقدت الثقة بهذا العهد نهائيا من كل الاطراف في كلام عم ينقال انه الرئيس رئيس الجمهورية بدو يعني يدرس الوضع قبل ما نعمل استشارات نيابية حا يدرس نعرف دراساته اذا دراساته وصلت البلد لهون بلا دراسات اذا صار فيه ان حلال امن داخلي بدك مين يلم ما فيك دول لحزب الله للم الوضع نعم نصي من بلد طائفيان بقى اوصل الناس ع بعضه بقلك من هلأ انه راحين عالعنف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة